عنده لايحة وقانون بيحموه بيأيدوه هيبقى فترته قليلة جدا وده مهم جدا في الحقيقة لازم يكون فيه جرأة في اتخاذ القرارات خصوصا ان انت عندك لايحة اشتغل باللايحة مفياش اي مشكلة هتوفر ازمات كتيرة جدا على الرياضة المصرية بشكل عام واحنا رايحين على المنتخب الاول نتكلم عليه كنت قلتلي ان انت عايز تقوللي ان كابتر شاوئي غريب تظلم هو في المنتخب الاول ليه انا هقولك الكلام ده من يعني الناس الكبيرة اللي هي دربت بعد الكابتر شاوئي غريب يعني اذا كان الكابتر قسام النبي كابتر محمود فايز كوبر المجموعة دي كابتر شاوئي غريب جيه في توقيت عايز يعمل منتخب كبير للمنتخب المصر كان عنده مشكلة صغيرة انه وسع القعدة توسيع القعدة في كرة القدم بيخليك يعني المضمون شوية بيقل لكن هو ما كان لازم يبني لم يتم الصبر على الكابتر شاوئي غريب وهو بيوسع القعدة وبيبدأ يكتشف لعيبة جديدة وبيفتح مجالات وبيتكلم وبيشوف الى ان كامل ميستر كوبر بنفس القوام الاساسي اللي كان وصل له الكابتر شاوئي غريب يعني لما الكابتر شاوئي غريب وصل للقوام اللي هو عايزه بعد ما كان موسع القعدة ابتدأ يقلل شوية في القعدة عشان يوصل للعمود الفقري اللي هو عايزه عشان يصل للكيان الرئيسي او التكوين الرئيسي للمنتخب في الوقت ده ابتلت خلاص يعني برضو انت لسه بتجمع اداة وبتجمع انسجام وبتجمع العيبة وبتدخل العيبة وبتخرجها اول ما بتتستقر خلاص كانت بعض النتائج ماشيتش في الشكل المطلوب واحنا اول حاجة يلا يا جماعة التغيير عايزين نغير عايزين نغير عايزين نغير عايزين نغير لذلك زول ما الكابتر شاوئي غريب ياخدوا الفرصة مع المنتخب الوليمبي الناس عارف شاكل تقول لك كفاية بقى كابتن شاوئي هو عمل ايه هو ما عملش وهنا يحسب القرار ده بالذات للمهندس هنا بريدة زي ما ناس كتير جدا بتقول لك لأ ومش عارف ايه وكان ليه قرار وفعلا كان هو غلطان في اجيري بشكل كبير ده اجيري ده اجيري اجيري عليه فلوس الاتحاد لمصر اللي غاد دلوقتي عليه فلوس اه ما اجيري ده ما انا هقولك بقى حاجات محدش بيقولها اه اجيري ده لما اجيه وتعاقد وقعد وعمل كان عليه شوات مديونيات اه قدم على سلفة كبيرة قالك ما انا اقعب بقى خارج سلفة كبيرة جيه تم اتقالته ما دفعش السلفة يعني ففيه حاجات كتير جدا لكنه كان راجل هذا الرجل كان لا يصلح ان يتولى قيادة المنتخب لا طبعا طبعا المصري بالمرأة نعود لشوة غريبة ظلم نختم موضوع المنتخب وربنا ردله يعني الظلم اللي هو وقع عليه بهذا النجاح البهر عشان يعيد الثقة فيه ويبدأ صفحة جديدة مع الكرة المصرية يستطيع ان يستمر بهذا المنتخب لأفاق كبيرة جدا ولبطولات كبيرة في المستقبل بمناسبة المنتخب الليمبي برضو احنا بنختل الحديث عنه موضوع السلاسي اللي ينضم للمنتخب في البطولة شاف الموضوع ده ازاي وهل ده التوقيت اللي احنا نتكلم فيه على السلاسي مين هما اللي ينضموا موضوع ده الناس هتقدر تكلم فيه كتيرا بغاية البطولة اه وهي يفضل الرغي فيه كتير انت بتتكلم في البطولة لسه قدامها ثمان شهور طيب احنا عندنا القوان بتاعنا تلاتة وعشرين لعب تلاتة وعشرين لعب في الاولمبياد بيبوا كم لعب تمنتاشر لعب بس تمنتاشر يعني من الناس دي اللي تعبت واشتغلت بشكل كبير هتشيل منهم خمس لعيبة وهتحط كمان تلاتة يعني هتشيل تمانية اه تمن لعيبة وعندك تلاتة اللبعة لعيبة اصلا مصابين اه ما خدتهمش اه لأ ده الكابتن شوق اصلا عنده مشكلة طيب والناس اللي تعبت وشقت موجود طيب مين هما التلاتة اللي يخشوا انت محتاج ايه اه ايه اللي ناقص في المنتخب للنبيب محتاج حرس مرمى محتاج ديفندر محتاج محمد صلاح اكيد فيه احتياجات اه ثق تماما في زكاء الكابتن شوق غريب كويس وانه عنده قدرة من الزكاء انه يقدر يحدد طلباته فيما لا يتعارض مع الشباب الصغير ما اوشاهده واقلاحظه على تصريحات واداء الكابتن شوق غريب بينعاكس عندي انه مش هيدم حد فوق السن بينعاكس عندي بكده انه مش هيدم حد فوق السن فالنقطة دي مهمة جدا وانا ارى ان الكابتن مش هيدم حد فوق السن اه اه طب انت شايف ان ده تبقى حاجة ايجابية او ساذاب ولا احنا عاطفيين شوية ومنفكرش في مصرحة انا حضارة ممكن نجي ميداليا مثلا حضارة الولمبيات في الفين واثماشر اه وفي الوقت ده اه تم ضم اكابتن محمد ابوتريكا او احمد فاتحي وعمل جدا وثلاثة كانوا مؤسرين جدا وعملوا حالة مع العيبة بشكل كبير جدا في المرحلة دي قدامنا كان نمار بقى وكان فيه يعني ومس اللاعب في الاولمبيات وكريستانو اللاعب في الاولمبيات طبعا دي حاجات مهمة جدا لكن في نفس الوقت فيه نجم بيجيبه بضيف من اللي يقول المحمد صلاح ما بضيفش اكيد بيضيف اكيد بيضيف المجموعة اللي فوق السن هيكون اكبر دافع لشبابنا النوم هتقلقوا اكتر والكابتن شوي غريب لما جاب برونزية العالم في الارجنتين اه بطولة كان داميلة في صراحة وده يعني اعظم مديليا في كرة القدم دخلت راسبيت لبطولات مصر يعني برونزية كاس عالم كان بيتعامل مع السن الصغير فيش كبير وصغير فبالتالي هو قدر واحد بشؤونه وبلعبته اللي حصل بينهم حالة من الانسجام التمام هل هيفعل دور رمضان صبحي ويفضل الكابتن اللي حطت الشارع اللي بيعرف يحرك الرجالة دي وتحركوا بشكل واحد هل هيدخل حد يشيله هل هيجيب صلاح كل ده داير في دماغ الكابتن شوي غريب لكني من رؤيتي للكابتن شوي غريب شايف انه قد يكون قراره الاول بعدم ضم اي لعبة وفقا للظروف ما انت لسه بكم من موجود من اللي قدر الله مصاب من جاهز من مستوى مين عنده مشكلة مين ظهر لك جديد خالص ولازم ينضم لان انت في الاخر لن تذهب للتمثيل المشرف ما هو دا بقى اللي انا قصد عليه استاذ هامن انت عشان ما تمثلش تشريك او تمثل تمثيل المشرف هو الكابتن شوي غريب نفسه وعد بميداليا بإذن الله هنحاول نجيب ميداليا من هناك طبعا انت تشوف كل المقاومات اللي تساعدك على كده بغض النظر طبعا هم اللي لعبين فوق دماغنا على راسنا ويستحق كل الدعم والتقدير والتحية على مضار الأشهر عديدة مقبلة لكن في نفس الوقت لما تستفاد ببند في اللي حليه ما تستفادش بيهه ممكن يساعدك طبعا هو دا بقى الحالة والعلاقة اللي بين الكابتن شوي غريب وولاده دا الاب اللي عامل اسرة ويعرف يدخل على ايه ولاده يفرحهم بالنص كده ويعرف يدخل ايه على ولاده يزعلهم لو دخل حاجة الاب شوي غريب لو دخل حاجة على ولاده زعلتهم هينعكس على النتائج لو دخل عليهم حاجة فرحتهم هينعكس نتائج وهو قدرى واحد يعني الاب دا قدرى واحد وبالتالي قصد تماما في القرار اللي ياخد الكابتن شوي هو اللي يقرر هو اللي يقرر ويقرر ملكز اللي عايزه ايه انا بقول لك انت القيمة 23 لقى القيمة 18 تشيل كده بقى انت شيلت خمسة وعندك بتتكلم في 2-3 لعيب